تجارة جديدة تنتشر بقوة في سوريا وتحقق آلاف الدولارات في وقت قصير لم يعهدها السوريون من قبل ولكن فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة رغم مخاطرها أناس كثيرون بدأوا يعملون بها في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من أنواع التجارة الغريبة وغير المألوفة في سوريا والتي باتت بعض أنواعها تدر أموالاً طائلة تقدر بألاف الدولارات خلال ساعة قليلة على من يعمل بها أصبحت أكثر تجارة رابحة حالياً في البلاد هي تجارة نقل الأشخاص من المناطق قرب الحدود اللبنانية إلى منطقة إدلب العديد من السوريين الذين نزحوا من الأراضي اللبنانية مؤخراً يرغبون في التوجه إلى إدلب والمنطقة الشمالية من سوريا الأمر الذي جعل هذا الأمر يتحول إلى تجارة جديدة تدر أموالاً طائلة على من يعمل بها العائدون من الأراضي اللبنانية إلى سوريا والراغبون بالتوجه إلى منطقة إدلب في الشمال السوري تواجههم الكثير من التحديات والصعوبات ورحلة شاقة ومرهقة حيث تمتد رحلتهم إلى نحو خمسة أيام العاملون في هذه التجارة يمسكون الخطة اعتباراً من كاراجات بيروت ومعظم الكاراجات في الأراضي اللبنانية وصولاً إلى آخر حد يمكن الوصول إلي مع إدلب تكلفة رحلة الشخص الواحد من الأراضي اللبنانية إلى الشمال السوري تصل إلى خمسمائة دولار لكل شخص بعمر أكثر من أحد عشر عاماً معظم الرحلة تسلك طريق حمص ومنها إلى حلب ومنها بعد ذلك إلى إدلب وتشمل تكلفة الرحلة الرسوم المفروضة على السيارات والعابرين من بداية الرحلة حتى الوصول إلى الوجهة المطلوبة يومية العامل العادي في هذه التجارة اليوم تتخطى الثلاثة آلاف دولار أمريكية بينما تصل يومية المشرفين على الطرقات إلى أكثر من خمسة آلاف دولار بينما تصل يومية الرؤوس الكبيرة إلى أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي الأمر الذي يجعل من هذه التجارة أكثر ربحاً للأموال في سوريا حالياً هذه التجارة موجودة منذ سنوات عديدة لكنها انتشرت بشكل كبير خلال الأسبوع القليلة الماضية مع كسرة السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا والراغبين بالتوجه إلى الشمال السورية الكثير من السوريين العائدين من لبنان يفضلون العبور باتجاه إدلب حيث يرون أن الوضع الاقتصادي في مناطق الشمال السورية أفضل من الوضع في المناطق السورية الأخرى عدد من السوريين الذين عملوا بتلك التجارة حققوا مكاسب مالية كبيرة خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين السوريين في الفترة الماضية نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة ومع ذلك واجهت تلك المهنة انتقادات شديدة من البعض الذين اتهموا القائمين عليها باستغلال الأوضاع في البلاد والحصول على مبالغ مالية من العائدين إلى ديارهم والنازحين من لبنان إلى سوريا تلك التجارة تحدث بالمخالفة للقانون السوري فريق آخر رأى أنهم يقدمون خدمة إلى الراغبين في العودة من خلال تقصير مسافة السير والمدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة العادية إلى الشمال السوري وتصل في بعض الأحيان إلى خمسة أيامنا